هذا وكشفت صحيفة المونيتور الامريكية أن لجنة مكافعة الفساد اعتقلت سبعة مسؤولين حكومين رفيعي المستوى سيكشف عن هويتهم في وقت لاحق وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ بخطوات جدية في محاربة الفساد جعل قوى متنفذة تستميت للحيلولة دون المساس برموزها المتهمة وعضفت الصحيفة أن خطوات الكاظمي في محاربة الفساد لقت ارتياحا شعبيا واسع لفتة إلى أن القوى السياسية المتضررة من الحملة التي يقودها الكاظمي قد تحشد للإطاحة بحكومته بعد المساس بمصالحها في مفاصل الدولة وفقا للصحيفة